مساء الخير و اهلا بكم حبيب الحلوين و طلبة و طالبات و اولياء امور الصف الاول الاعدادي اهلا بكم مجددا معاكم مستر وجد نبيل مدرس لغة انجليزية يسعدني ان التقي بكم والفيديو الثالث الخاص بكتابة البراجراف في سنة اولى اعدادي طبعا انا بشكركم جميعا على التعلاقات الجميلة السابقة على التو فيديوز اللي فاتوا و ده بيشجعني ان انا اكمل معاكم حتى اخر الفصل الدراسي الاول وسنة كلها ان شاء الله و طبعا انا عارف ان معظم المتابعين يمكن اولياء الامور اكتر من الطلبة نفسهم اه عنوان باراجراف النهاردة my favorite sports star طبعا اعتقد معظمكم كان مخمن ممكن يكون ايه البراجراف على البراجراف النهاردة فانا اخترت البراجراف يكون في صميم المنهج و في نفس الوقت سهل و بسيط و ازاي نعرف نكتب جمل بسيطة طيب ماشي هنتفق مبدئيا my favorite sports star نجمي ارياضي المفضل طبعا كله هيعرف دلوقتي هنكتب عن مين خلاص بقى عرفنا ده يلا جاهز لنفسك حط هات ورقة وظالم و صح صح لكده و في انجال القهوة يكون جاهز جنادك او كوباية الشاي واسمعني كويس. طيب. حضرت الورقة والقلم. وكوباية الشاي. او في انجان القهوة. نبدأ. طيب. هنتكلم عن محمد صلاح. ما هيه جملة السهلة البسيطة اللي انا ممكن ابدأ بيها. الجملة سهلة كده وبعد كده هنعيد بردو الكلمات علشان متقولش ايه ان احنا طبعا عايزين من سبعين الى تمانين كلمة ان شاء الله نطلع باكتر من كده. ولو طلعنا بقال من كده ربنا يسهل ونحاول نعوض او اقول لك ممكن نضيف ايه. طيب الجملة الاولى ممكن نكتب محمد صلاح is my favorite sports star. طبعا انا اه حاجة اللي هي مسافة صغيرة كده اهو بسيطة سهلة كده في البداية. تمام كده? طبعا دي جملة سهلة. انت دلوقتي ما جبتش حاجة من عندك قوي يعني. عشان ما تقعدش تقول لي ايه? انا يعني كتبت جملة خطيرة فضيعة يعني. تمام? محمد صلاح is my favorite sports star. طيب اه بيلعب فين محمد صلاح? ما شفتش الماتش اللي فات. اه شفت الماتش يوم الحد اللي فات. كان ماتش جاي متخلي بالك. تمام? طيب هنقول اه هو بيلعب اه في فريق اه في اوروبا فريق خلي باك نطقها تمام كده? هقول بيلعب يعني طبعا نستخدم المدرع البسيط في الحاجات دي. هي بلايز فور اه جود تيم جود تيم يعني فريق كويس. انا ممكن اقول لك كولد ليفر بول مسلا خلاص احنا خلينا بنتفق مبديا في الفكرة او الموضوع عاماتني يعني مش لازم نخصص كل حاجة يعني. هي بلايز فور خلي بالك بلايز فور. انا بقول لك بلايز فور مش بلايز ان بلايز فور. يعني بيلعب لدى فريق كويس في اه اوروبا. تمام? ولما بيكون في ماتشات في مصر بقى او تابع مصر وبيلعب اه في مصر برضو. لصالح مصر. لصالح مصر. انا بقول لك هي بلايز خلي باك انا اخترت اللون الاحمر عشان هو بيلبسوا للاحمر مع ان انا زمال كاو خلي بالك. يعني بس احنا مش عايزين نختلف في الموضوع ده فانا زمال كاو بس انا يعني يعني خلينا نكمل ده على خير ان شاء الله. هي بلايز فور ايجيبت ايضا خلي بالك انا قلت هي بلايز فور ايجيبت مش ان ايجيبت. طبعا ان اختلفنا اه الطلبة كتير بيقوله بالليه مش ان. لو كتبت ان على اعتبر ان هو متواجد في مصر. بيلعب في مصر. لا. بيلعب لصالح مصر لما يكون فريق القومي بتاعنا بيلعب معي فريقتين. يعني بلايز فور ايجيبت. وهنا بلايز فور اجود تيم. تو هنا يعني ايضا. تمام كده? لما اقول جملة و جملة مشابهة لها او اضافة. بحط كلمة تو قبلكم يعني ايضا. طيب مواصفات محمد صلاح ايه? طبعا عندكم حبيب الحلوين في الكتاب المدرسة فيه معلومات كتير. تمام كده? عندك مسلا طوله مية خمسة وسبعين سنتي طب انا طوله مية خمسة وسبعين سنتي اقول ازاي بالانجليش? هنقول هي از طب مية خمسة وسبعين سنتي واحد وخم متر وخمسة وسبعين سنتي بقول ازاي بالانجليش? اه حد يفكرني كده حد عارف? او تسرح في الاول الجنبك دي او الشاي وتسيب البراجراف يعني. خلي بالك العلامة العشرية بقولها بالانجليش point. he is one point seventy five meters tool. ميترز ايه? طول. تمام كده? طيب. عندي اس الجملة السهلة اللي انا ممكن اكتبها تاني. ايه الجملة السهلة? طبعا شعره بقى ودقنه والنيو لوك اللي بيطلع بيه او يعني الشكل المتعرف اللي احنا عارفينه بيه. وخدت الجمل دي في الكتاب ممكن اقول اه هي has got curly her and a beard. خلي بالك نطقها beard مش bird لان بيرد يعني طقر. خلي بالك كده ركز في الكلام اللي بتقيل والنطق الصح. لان انا بازعل من اللي بينطق غلط. تمام? طيب يبقى he has got curly hair and a beard. خلي بالك her مش قبلها ايه? خلي بالك. تمام? ما تحطش ايه? قبل hair. لان دي اسم لا يعد. يبقى he has got curly hair and a beard طبعا دي قدامها ايه? ما فيش مشكلة. ابتسامة عريضة بقى اللي متعودين نشوفها منه. يبقى ممكن اقول ايه? he usually 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 يعني ايه سألني يا مصر الوقت يعني عادة الابتسامة الحلوة بتاعت ممكن اقول عليها ايه? he usually has got a big smile. ابتسامة حلوة كده يعني بنشوفها دايما. وبعد وخاصة برضو الهدف الاخي الهدف التاني اللي جيبه في اه المنتش بتاعهم الحد اللي فيت. تمام كده? يلا ركز معي. طب هو دلوقتي بيجري بسرعة بقى ولعب سريع بقى وما جري بقى. ممكن اقول عليه ايه? وخلي بالك بيحرز اهداف. ممكن اقول he is. سريع يعني ايه? fast. خلي بالك fast يعني سريع. وعداء. يعني واحد بيجري. بنقول ايه عليه? طبعا ران يعني اجري? طيب يعني عداء. طيب عداء سريع? هقول he is a fast runner. he is a fast runner. خلي بالك راعي الايه والان والحاجات الصغيرة دي تفرق كتير. طب خلاص بقى هنزود دي ما عندنا. وهي مش هنزودها ولا حاجة. دي حاجة معروف بيها. آآ يحرز. يحرز كلمة خلي بالك مش غريب عليك. he scores goals 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 يعني ايه يحرز ايه? اهداف. على فكرة انا ممكن اكتر لك goals دي. طب انا هتلكك انا عشان اكتر الكلام. تمام? ممكن نبدل او نشيل كلمة goals. ممكن a lot of goals. يا سلام. a lot of ايه? a lot of goals. بدل goals. يبقى a lot of دي على فكرة. ده a lot of ده تعمل لك تلاتة. هتتحسب تلاتة دي خلي بالك. a lot of دي تلاتة. a lot of goals دي اربعة. هو كده. تمام? الراجل ربنا كرمه ومش عايزين نحسده معه فلوس كتير. طيب واحد معه فلوس كتير المفروض بيساعد الناس. يعني الواحد لما يساعد الناس اكيد هيجي الوقت اللي ايه? اللي هتحتاج المساعدة كمان. ربنا يدي له كمان وكمان ويبعط لنا شوية فلوس حتى ولا بعض الدولارات ولا حفنمونا الدولارات. تمام? بيدي الفلوس دي يعني بنسمع ان هو اه بيبني مدارس يبني مستشفيات. اه طبعا كلام ده في مصر. ماشي? طيب. طب هو يعطي المال او الفلوس. ممكن نقولها ازاي? he gives money. to يبني يعني ايه? مش يبني 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 يشيد يعني. to build. to build. طيب خلاص بقى سهلة دي? مدارس ومستشفيات. schools and hospitals hospitals hospitals. حلو الكلام يا السلام. انا مش عارف كم كلمة بقى متعودش متعودش ترد وراي بقى. ان شاء الله هتلبقى هيبقى كويس يعني. اه ممكن نكتبق ايجبت. يلا كلمتين. ما انت خلي بالك تقعد تزود في الكلام بقى براحتك برضو يعني بس ايه? مش براحتك قوي لأ يعني ايه خليك الجملة كده محترمة كده بنت ناس كده وبن ناس الجملة دي اه اه جميلة يعني. تمام? يبقى هي. تمام? هو لطيف ولا مش لطيف. عطوف ولا مش عطوف. خلاص مفيش مشكلة. انا ممكن اقلف لك الجملة. اه مش اقلف ولا حاجة. ده حقيقة. هو لطيف يعني. يعني يعني رجل ايه او ممكن نقول بس خلينا احنا بتكلم كشخصيا يعني. تمام? الراجل ما عندوش وقت كتير بقى للهويات. اه نظرة للتدريبات والمشغولات اللي بتبقى وراءة طبعا اه كتير ما عندوش اه وقت كتير. علشان يمرس الوقت بس بالليل يعني ممكن يتفرج على فيديو جيمزي يتفرج على فيلم حاجة كده يعني. ده على حسب الكلام المكتوب انا مابلتوش شخصيا شخصيا. تمام? طيب الجملة المكتوبة عندك في الكتاب بتقولي he has not or he hasn't got. ما عندوش وقت كتير. he hasn't got much time for هابز. فور ايه هابز. يعني ليس لديه كثير من الوقت لما مرست الهويات. but. خلي بك ارجع دي اعمل كاما. but. لما نقول but ولكن بنحط قبلها كاما. في جملة جملة طويلة يعني. ممكن نقسمهم جملتين. he hasn't got much time for هابز. وبعد نبدأ جملة جديدة او اعمل جملة طويلة اه بربطها but. he hasn't got much time for هابز. but he enjoys. خلي بالك انجويز دي بيجي بعدها ايه? في الوحدة الرابعة. على ما اعتقد الوحدة الرابعة للوحدة التالتة. الوحدة الرابعة. انا لان انخلصت الوحدة الخمسة لغاية الوحدة الخمسة. يبيجي بعدها هي. اما هتسألني يعني ايه يا مستر وقت اقول لك الفعل مضافة وهكزا. ممكن يجي بعدها يعني الاسم. تمام كده? طيب. ممكن نقول خلاص بقى يبقى انا بتكلم كده كلام صحيح وسليم وجرامار تمام مزبوطة تراكيب مزبوطة مية مية. مش هتقول لي بلايينج اه فوتبول خلي بالك اي وقت اسرح. اي وقت اسرح مني. اللي اهو فيديو جيمز. فيديو جيمز. فيديو جيمز. فيديو اي جيمز. حلوة دي. عاوز تكتر عاوز تكتب تاني بروحتك ما فيش مشكلة. طيب ما تيجي نقرام تاني مع بعض ونشوف عدد الكلمات زي ما احنا تعودنا بنعرف ازاي? محمد صلاح. تمام كده? طيب. احنا اتفقنا على موضوع ده. خلي بالك نحط لك خط حتى عشان تتأكد على الموضوع. ماشي? برضو نحط لك خط يالله ما فيش مشكلة. نخط احنا نشتري الخط ده يعني. تمام كده? he has got curly hair and a beard. تمام كده? he usually has got a big smile. ابتسامة كبيرة عريضة كده. he is a fast runner. خلي باكل a d or a a fast runner and he scores a lot of goals. واتفقناك كلمة a lot of goals بتساوي lots of goals يا مستر واجدي. تمام? ده كده بس عشان نخليهم اربعة كلمات. a lot of goals اه اتنين. يلا معلش. مشان انا بحبك وبحب افيدك. فانا بدي كل حاجة. ما تقلقش. he gives money. يا فين راح تبيني gives money دي? he gives money to build schools. بيعطي المال to build schools and hospitals in Egypt. he is a kind person. he is a kind person. خلي باكل not a person. 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 تمام? he hasn't got much time for hobbies. خلي بالك اوعد يعني تختلف او تكتب هابيز تكتبها هابي. لا هابي يعني سعيد او مبسوط. لكن هابيز يعني هوايات. ببعط هي انجوز. انجوز يجيب عددها اي نجي او ناون. ممكن دي انجوز فيديو وحدة يسألني يا مستر واجدي ما تيجي دول ممكن يكونون سبعين الى ثمانين. انا مش عارف انا انا الان. انا الان. طيب ما تيجي نشوف مع بعض. نعمل وبعد كده وورد كاونت وبعدين هنا كليك وبعدين هنا هنا خمسة وتمانين كلمة. الله عليك يا مستر واجدي. خمسة وتمانين. احنا كنا عايزين انت مش متخلن دول خمسة وتمانين لا عد وراي. خلي بالك ما انا قلت لك دي تتحسب اربعة. خليك لماح كده وزاكي. الايه دي تعتبر كلمة. اربعة. وانا لو كنت خليت بدل كنا شلنا تلاتة يبقى كانوا زمانهم اتنين وتمانين دلوقتي. تمام? اه دول خمسة وتمانين كلمة وبدون اي مجهود. وانت كده قاعد رجل وانت كده زمانك شربت القهوة وخلصت الدنيا كلها. وانا كمان خلصت وبعد كده اديها بقق مية كده. علشان بمناسبة انتهاء الفيديو الجميل. اعزائي وحبيب الحلوين كده انتهينا من الفيديو التالت. الخاص بالكتاب طبعا فيه مواصفات كتير تانية هنتعرض لها بعد كده. تمام? ومواصفات هنحاول برضو نشوفها هتتحل ازاي في فيديوهات قادمة ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. ماشي. لو ما اشتركتش لغاية دلوقتي اشترك معنا. وعرف حبيبك واصحابك وجرانك بقى وزميلك والحركات والشغال وبازات دي. ودينا اشتراك في القناة علشان تشجعنا نتقدم لك المزيد والمزيد. تحياتي مستر واجدي نبيل.